بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم إن شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن الجزء الرابع من الكرس بتاعنا Laboratory Values Interpretation اتكلمنا في الأجزاء اللي فاتت على أول جزء تكلمنا فيه على الهيمتولوجي تيست اللي هي التحليل الخاصة به الدم وبعد كده الفيديو اللي بعده كلمنا على البيو كيميسري تيست أو اللي نقدرون عليها الـ Check-up Test والفيديو التالت أو الجزء التالت اتكلمنا فيه على الـ Endocrinology أو الهرمون تيست والتكلمنا على الهرمونات والتحليل اللي الدكتور دايما بيطلبها من المريض لو عنده مشكلة في الهرمون بإذن الله الفيديو ده هنتكلم فيه بقى على الجزء الرابع بتاعنا والجزء دوت هو مش مرتبط بـ System معين في الجسم هي فيه أكتر من تحليل كده آآ برضو الدكتور بتبقى آآ بيطلبها من المريض لما بيكون شاكك فيه آآ مرض معين يبقى التحليل اللي احنا هنتكلم عنها دي بتبقى recommended من الدكتور ما ينفعش نقول عليها اللي هي تـ Check-up laboratory test طيب التحليل دي عبر عن إيه؟ آآ حاجة اسمها C-reactive protein الكريا تينين كاينيز آآ جزئية معانا وهي C-reactive protein يعني ايه C-reactive protein اللي هي اختصار ممكن تلاقيه في الشيط بتاعه بتاع التحليل اسمه C-RB ده عبارة عن بروتين موجود في آآ الليفر أو بيتصنع عن طريق الليفر ويه بيفرز فيه الدم امتى بيفرز في الدم لما بيكون في الجسم فيه اي تيشو انجري سواء كان نتيجة انفكشن أو نتيجة انفلاميشن يبقى السيرة اكتب روتين دي مادة بتفرز من الجسم عن طريق الليفر بتبقى موجودة في الدم في حالة وجود تيشو انجري سواء كان نتيجة انفكشن أو انفلاميشن وبتبقى acute phase يعني بيفرز فيه الوقت دوت ولو الانفلاميشن أو الانفكشن ده خلص وراح من الجسم الإنسان السيرة اكتب روتين ديت بترجع لإيه؟ لنورمال ليفل بتاعتها طيب لو حصل ماركد لي انكريز في السيرة اكتب روتين دوت ده انديكيشن ان ممكن المريض ده يكون عنده تروما أو هارت اتاك أو ان فيه بكتيريا الانفكشن زي السيبسيز والسيبسيز ديت المقصود بيها تسمم او حدوث بكتيريا فيه في الدم ايه هي الريفرانس رينج بتاعته؟ الريفرانس رينج عندي المفروض اللي هي تبقى اقل من 3 ميلي جرام برليتر لو كانت سي ار بي تيست بتاعها اكتر من 3 ميلي جرام برليتر ده معناه ان المريض دوت فيه ريسك انه عنده هارت ديزيز ايضا السير اكتب روتين ده من التستات اللي الدكتور ممكن يطلبها من المريض لما يكون شاكك انه عنده رماتايد ارسترائتس رماتايد ارسترائتس ده ده ما احنا عارفين بيعتبر كرونيك اوتو اميون ديزيز بيبقى فيه كرونيك انفلاميشن في الجوينت والسي ار بي في هذه الحالة او في حالة رماتايد ارسترائتس بتبقى نسبتها عالية ممكن تتخطى العشرة ميلي جرام برليتر ازا السير اكتب روتين باختصار كده هو عبارة عن اه مادة بروتينية بتفرس في الدم في حالة وجود انجري نتيجة نتيجة انفكشن او انفلاميشن اه مين لي اه بيبقى السير اكتب روتين بيطلب من المريض لما الدكتور بقى شاكك انه عنده ارماتايد ارسترائتس اه ونسبتها بتبقى فوق العشرة ميلي جرام برليتر المفروض النورمال ليفل بتاعها يبقى اقل من تلاتة ميلي جرام برليتر طيب ده بالنسبة للسير اكتب روتين اه النوع التاني او التست التاني اسمه الكرياتينين كاينيز طيب الكرياتينين كاينيز دوت الكرياتينين كاينيز ده عبارة عن انزيم انزيم موجود فيه اكتر من مكان موجود في الهرت موجود في البرين موجود في الاسكيلات المسل and other tissue طيب وجود الكرياتينين كاينيز دوت وفيه الدم بنسبة كبيرة ده انديكيشن المريض دوت عنده إما عنده مصل ديستروفي أو عنده مشكلة في المصل قدت إلى يعني حصل بريك داون في المصل تيشو ديت وكونت لي نتيجة إيه نتيجة هذا الإيه نتيجة هذا الإنظام أو قدت إلى وجود هذا الإنظام في الإيه في الدم أشهر مرض كرياتين كاينيز دوت بيبقى عالي فيه ويكون الدكتور بيعمل ريكومنديشن للمريض أنه هو يعمله التحليل دوت هو الربدومياليسيس الربدومياليسيس ده من الأمراض اللي هي بتبقى فيها سيفير بين في المصل وبيبقى فيه تلايف أو بيحصل بريك داون في المصل تيشو أيضاً من الإنديكيشن المهمة أو الدكتور بيطلب التحليل اللي هو كرياتينين كاينيز ديت في حالات الهارت أتاك في حالات الهارت أتاك زي ما احنا عارفين إن الهارت أتاك ده ممكن يكون سببه أنجينا الأنجينا ديت بتبقى أنستابل أو اللي هي لو كانت سيفير قوي ممكن يكون مايقارد الانفاركشن يعني حصل تلايف أو حصل موت في عضلة القلب فالكرياتين كاينيز ده من التستات اللي بتعمل ديفرانشيشن إن المريض دوت عنده أنجينا ولا عنده مايقارد الانفاركشن لأنه هو بيبقى موجود بنسبة في الايه في الهارت نسبته الطبيعية من 12 ليه 198 أو الرفرنس ليفل بتاعته من 22 ليه 198 بتبقى نسبته عالية ممكن تتخطى الخمسة الخمس أضعاف الأبر ليمت اللي هي ممكن توصل لألف يونت بير في حالة الايه في حالة الربديو مايالسيز يبقى باختصار كده الكرياتين كاينيز ده عبارة عن ايه عبارة عن إنزايم موجود في أكتر ما كان في الأاء التيشوز. أهمهم الاسكيليت المسل والهارت. اوكي؟ الاسكيليت المسل والهارت. طيب الكرياتين كاينيز ده لو عني انديكيشن إن المريض دوت ممكن يكون عنده رابديو مايالسيس أو الدكتور بيطلب من المريض هذا التحليل عشان يكون في孩 مريض ده عنده ولا لا. أيضا في حالة في الحالات الأمارجنسي الدكتور التوارق بيطلب الايه تحليل الكرياتين كاينيز ده عشان يعرف إن المريض دوت في انهي من الهارت اتاك هل هو في الانجينا ولا دخل فيه مايوكارديال انفاركشن ده بالنسبة لكريتينين كينيز طيب التحليل اللي بعده او التحليل التالت اه تحليل اسمه السي بيبتايت والسي بيبتايت دوت اه يعتبر او عبارة عن امينو اسيدز تمام الامينو اسيد دوت اه بيفرز في الدم يعني البنكرياس اللي ما بيجي بيطلع الانسولين بيطلع معايا مادة اسمها السي بروتين ودي عبارة عن امينو اسيدز طيب بتاعتها بتبقى من بوينت تو ل وان بوينت او سري نانو اه مول بير ليتر لو حصل ان سي بيبتايت ديت نسبتها عالية ده ممكن يكون ان فيه اه انسول ده اه اكيد ده ممكن يكون سببه اه نسبة الجلوكوزة عالية في الدم يابيز المريض ده ممكن اه يكون دياباتيك او ان فيه انسول ريزيستانت او ان فيه مشكلة في البنكرياس بتعمل لي ما يسمى بالانسولينوما اللي هو من الايه من الانسولين اه ايضا ممكن يكون سببها نقص نسبة البوتاسيون في الدم اه بتعمل mineral release of انسولين واللو بالتالي بيصاحبهه السي بيتايد اه وايضا الكاشينج سندرون وده هرمونال ديستيرنز او هرمونال اه ديستيربانزيب بيبقى فيه زيادة في الكورتزول ورينال FERN specif Jessica اليابيزة ده ان ديكيشن ان فيه انسولين زيادة فيه الجسم نسبته ايضا لو عالية عن الرفرانس ريزيب پاوة ده عالية عن الرفرانسبي سببه ايه? ممكن يكون اكتر من سبب. ممكن يكون سببه المريض ده ديابيتك. في ريزيستانت للجلوكوز. اه ريزيستانت سوري الانسولين او جلوكوز ليفل عالي. او ان البنكرياس فيه تروما او فيه اه اه كانسر او فيه اي او ميلوما بيعمل افراز للانسولين بصفة اه اه بنسبة كبيرة. او ممكن يكون نتيجة هيبوكالميا او اه ان الكورتيزيون لنسبته اه عالية. ده كده بالنسبة للسيبيبطايد. بقى السيبيبطايد انديكيتور لايه? لزيادة الايه اه الانسولين في جسم الانسان او في الدم. نيجي للتيست اللي بعده اسمه تروبونينز. اه التروبونينز ده عبارة عن مجموعة من البروتينات موجودة في الاسكالة الماصر وموجودة في الهارت. وبتبقى موجودة في الهارت بنسبة اكبر. التروبونينز دوت امتى الدكتور بيطلب التحاليل? التروبونينز ديت بتعتبر او بتتميز ان هي او بيطلق عليها اسم الكارديك انزايم. اه ديت بتطلب اه 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 من المريض او بتتعامل المريض في حالات الهارت اتاك في الامرجنسي. عشان برضو يقدر يميز ما بين الانجاينا ان المريض دوت او او حالة الهارت اتاك دي هل هي انجاينا ولا المريض دخل في ميكورد الانفوركشن وحصل اه دامج وانجل في الايه في الهارت ماصلز. اه ازا انا عندي كده اه اه تست بيعملولي في حالات الهارت اتاك ما بين المريض دوت انجاينا ولا المريض ده دخل في ميكورد الانفوركشن هو التروبونين واللي اتكلمنا عليه من شوية اللي هو مين اللي هو الكرياتينين كاينيز اللي هو ده الكرياتينين كاينيز والتروبونين. اه نسبة التروبونينز لما بتتقاس لأول مرة فأول ما المريض بيدخل في حالات الهارت اتاك لو اقل من خمستاشر نانو جرام دي بتبقى نسبتها المريض دوت اه المعدل الحدوث الانفوركشن بيبقى قليل. اه لو كانت من خمستاشر لتاتة وخمسين بتبقى اه الحدوث الانفوركشن بيبقى بيعتبر مدرت اكتر من تلاتة وخمسين يبقى ده كده ممكن سيفير او اه دامج في اه اه بتتعاد بعد كده بعد من تلات لست ساعات لو زادت بنسبة خمسين في المية من الليمت اللي كانت عليه ده معناه ان مريض دوت عنده لحسب بقى الفيزيز بتاعتها وعلى هزا الاساس الدكتور بيعمل للكيس. احنا كده اتكلمنا على الحاجتين او مهمين ليه الهارت اتاك اللي هما والكرياتينين كاينيز وايضا قلنا ان الكرياتينين كاينيز ليدور في في الدياجنوزز بتاع والسيبيبطايت دوت كلمنا عنه ان هو في زيادة في الانسولين الموجود في الدم. طيب اه نيجي بعد كده لانواع اخرى من التحاليل. الحقيقة التلاتة التلاتة دول اه هما ريليتد لبعض. و اه هما ريليتد اكتر للجهاز الهضمي او جي اي تي. احنا عملناهم في سلايت واحدة بحيث ان هما يكونوا اه انهم ريليتد لبعض ويكونوا قريبين في الفهم. طيب الجسترين. الجسترين دوت عبارة عن ايه? عبارة عن هرمون بيفرز من اه خلية اسمها جي سيل اه في الاستمك. اه بيسموها الا انترون. طيب الجسترين ده بيعمل ايه? بيعمل في الاستمك اثناء عملية الدجر في عملية الهضم. الجسترين اه هرمون ده هو اللي بينظم عملية البروداكشن اف اسد اللي هو اله في عملية هاضم الهاضم جوه الستمك. طيب. اه امتى الدكتور بيطلب اه من المريض ان هو يعمل له تحيل جاسترين ده? في حالة المريض دوت بيعاني من او او بيخليه قيسه عشان يعرف نسبة الجاسترين ده عالية ولا نورمال. المفروض بتاعته اه لو زادت اه نسبة الجاسترين دوت ممكن يجوا ازا المريض دوت هابع عنده اه اه مشكلة في الاستمك مينلي. اه ممكن تكون نتيجة جي سيل هايبر بليجيا حاصل هايبر بليجيا في الخلايا بتاعت الاستمك بتقدي الى زيادة افراز الجاسترين. ممكن تكون نتيجة او او وهي في الاستمك بتقدي الى اه ممكن تكون سببها برونيشيس انيميا وزي ما احنا عارفين ان برونيشيس انيميا دي عبارة عن ان الخلية اه خلايا الاستمك ما بتقدرش تعمل اه نتيجة اه بيحصل اه بيحصل اتاك لهذه الخلايا اللي هي موجودة في الاستمك وبيتأثر على بتاعها وخصوصا الفيتام بيتماشر. ممكن يكون في والبيولوريك ديت اللي هي البوابة اللي ما بين الا الاستمك والا اه اللي هي اول منطقة فيه او ممكن يكون نتيجة كورونيك كيدني اه فيليا. يبقى دي اسباب ممكن تؤدي الى ارتفاع الايه الجاسترين. الحاجة التانية برضو اللي هي علاقة بيه الجا اي تي اللايبيز. واللايبيز دوت عبارة عن انزيم. الاميليز برضو عبارة عن انزيم. اه الاتنين دول بيفرزوا من البانكرياس. يبقى اللايبيز والاميليز بيفرزوا من الايه من البانكرياس. اللايبيز الدور بتاعه انه هو بيخش في عملية دي جيشن اوف فاتز. يبقى اللايبيز من اسمه جاية من الليب الليبد يعني. اه في الديجيشن اوف فات. اما الاميليز بيخش فيه كاربوهايدريتز. طيب. اه اللايبيز ده بتاعته من زيره او او خمسين يونت بير ليتر. اما الاميليز نسبة بتاعته اه في السيرة من اربعين لما واربعين يونت بير ليتر. اما في اليورن اه من اه اربعة وشين لربعمائة اه واحدة. طيب في حالة بقى زيادة ده ايميكيشن المريض ده عنده. يبقى لو ضعيين في الجسم ده ايميكيشن المريض ده عنده scientifically. هنا بيقول لك اه اه نسبته بتاعلا في حالة الاكيوت اللايبيز اليخمس او عشر اضعاف الابر المة. يعني هو لو اوبار المت هنا خمسين يبقى ممكن في حالة الاكيوت خمس اضعاف يعني اه خمسين في خمسة. هبيتكلم في او اكتر. بيفضل مرتفع في خلال اربع او ثمان ساعات من الاتاك ويفضل مستمر لغاية من اسبوع الاربعتاشر يوم في الارتفاع دو. الايباس برضو بيقولك ممكن يكون سببه في بانكرياتيك داكت اوبستركشن في القناة اللي هي البانكرياتيك اللي هي القناة بتاعت البانكرياس او ان فيه كنسر في البانكرياس او فيه انفلاميشن في الجال بلودر او كيدني ديزيز. اه برضو الاميليز في حالة الاتاك بتاعت البانكرياس او اللي هي بنوع عليها بنكرياتيك اه بنكرياتيتيس. اه الليمت برضو بتاعه بيزيد بس بيزيد بنسبة من اربعة لستة اه طايم ابر ليمت يعني المية واربعين دي الابر ليمت بيبقى اربع اطعاف هذا الرقم. اه برضو بيعلى في خلال من اربعة لتمن ساعات وبيستمر عالي لغاية ما يحصل تريتمنت للايه لالكيس. في الكرونيك اه بنكرياتيتيس اللايبيز والاميليز بيبقوا آآ عاليين بس ما بيبقوش عاليين بالايه بالليمت آآ بالنسبة العالية ديت يعني مش 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 لدركة الخمس اضعاف او الاربع اضعاف الابر آآ بيقول لك هنا ازا انا عندي هنا كده ممكن اقدر اقول ان فيه بنكرياتيك داكت اوبستركشن لو لقيت ان اللايبيز والاميليز اللي اتنين عاليين يبدأ مصلي آآ نتيجة ايه ان فيه آآ اوبستركشن فيه بنكرياتيك داكت. ده كده بالنسبة ليه التست الخاص بالجهة دي اللي هما الجسترين واللايبيز والاميليز. آآ نيجي بعد كده ليه آآ تست تانية. آآ تست اسم الفيتامين بي تناشر عند فوليت. وفي تست اسم الهوموسستين والم ام اي او الميثايل مالونيك اسي. تلاتة دول ليهم علاقة بعض. هنشوف ازاي ليهم علاقة بعض. نبدأ باول واحد الفيتامين بي تناشر والفوليت. آآ زي ما احنا عارفين الفيتامين بي جدا. بالمناسبة الفوليت ده هو يعتبر فيتامين بي ناين. آآ ودول ليهم دور كبير جدا فيه الايه فيه آآ فيه جسم ايسان او يعني بيمدوا الجسم بيه آآ الميزة او الفانكشن الاساسية للفيتامين بي تناشر والفوليت تكوين السي او كرات الدم الايه الكرات الدم الحمراء. طيب امتى الدكتور بيطلب من المريض ان هو يعمل له الفيتامين بي تناشر للفوليت تست. في حالة ان صورة الدم اللي هي السي بي سي تست بيكون فيها ابنرمالاتي. بيلاقي مسلا ان همجلوبين قليل او يلاقي ان الامي سي فيو قليل الار سي تين نسبتها عالية ان الدكتور شاكنا مريض ده عنده انيميا وعايز يعمل ديفرانشياشن لسبب الانيميا دي او نوع الانيميا دي. لان المست كومن آآ كوز اوف آآ فيتامين بيت ناشر او فلويت آآ 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 نوع اسمها البرنيشيس انيميا. ايضا فيه نوع تاني اسمه الميجالوبلاستيك انيميا. الميجالوبلاستيك انيميا ديت آآ ديت لما بتعمل البلاد سمير آآ بيتشافها تحت الميسكوب بتبقى كرة الدم الحمراء نفسها بيبقى حجمها كبير عشان كيف يسموهم ميجالوبلاستيك حجمها بيبقى آآ كبير. ايضا الفيتام بيت ناشر والفوليت بتستخدمهم او الدكتور بيطلبهم ليه لما يجي يعمل لنوع الانيميا آآ اللي هو شك فيها ناتيجة ان سي بي سي بي بقى فيها ايه فيها ايه. او الصورة الدم فيها آآ آآ انايميا. البلغ ASID ببقى آآ متراوحة على حسب الأدج في القديم بتبقى من اثنين لعشرين في الchildren من خمسة الواحد وعشرين في الانفنت من اربعتاشر لواحد وخمسين نانو جرامر ميلي بتناشر بيبقى من ميتين لآآ تسعمائة نانو جرام بير ميلي. طيب امتى اقول ان الفيتامين بي 12 ده قليل لما نسبته تقل عن 150 نانو جرام بير ليتر في الحالة زي دي ده كده انديكيشن اللي انا عندي نقص او المريض عنده نقص في الفيتامين بي 12 وده ممكن يكون لي اكتر من سبب المست كومن زي ما قلنا البرنيشيس انيميا او ان يكون المريض دوت عنده مال ابزوربشن او عنده سيليك ديزيز اللي هو انفلماتري باول ديس اوردرز او عنده باكتيري الانفكشن او بياخد بعض الادوية بعض الادوية بتأثر على الابزوربشن بتاع الايه الفيتامين بيت ناشر زي الميتفورمين زي القوميبرازول زي الميتوتريكسيد زي الفينتوين او ان اللي يكون المريض دوت بيشرب الكهولز او عمله ما يسمى بالالكوهولز طيب اللي بقى بيعمل لكم فعلا ان المريض دوت عنده نقص في الفيتامين بيت ناشر التو تيست التانيين دول اللي هما الهوموسيستيين والميثايل مالونيك اسيد او الام ام ايه طيب ايه حكايتهم دول بقى الهوموسيستيين ده عبارة عن امينو اسيدز تمام ده موجود في معظم اه الخلايا بتاعت الجسم تمام وبيبقى نسبته صغير جدا الهوموسيستيين دوت بيحصل له ميتابوليزم عن طريق فيتامين بي 12 والفيتامين بي 6 اذا استنتج من الجملة دي ان الفيتامين بي 12 لو كان قليل ده معناه ان مش هيحصل ميتابوليزم للهوموسيستيين وبالتالي الهوموسيستيين نسبته هتعلى في الدم اذا لو انا اه لقيت ان الفيتامين بي 12 نسبته قليلة اقل من 150 اتأكد ازاي دكتور بيطلب التستي التاني لهم الهوموسيستيين بيلاقي نسبته اعلى من النورمال رينج طب ايه هي النورمال رينج تختلف برضه على حسب الاج اه من سن زيرو لغاية 30 سنة الريفرانس رينج بتاعتها 4.6 من 10 لتمانية مايكرو مول برليتر من 30 لستين سنة بتبقى في الميل من 6.3 من 10 ل11 في الفيميل 4.5 ل7 وتسعة من 10 فوق التسعة وخمسين او الستين سنة اه الريفرانس رينج بتبقى 5.8 ل11.9 مايكرو مور بيرليتر يعني بقى ايزا الهوموسيستيين مهم في ان هو بيعمل لي كونفرميشن ان فيه نقص فيه الفيتام بي 12 واللي بتبقى ميل لي سببها البرنيشياس انيميا طيب الايه بقى الام ام ايه او الميثايل مالونيك اسد ده احكايته ده عبارة عن مادة اه بتفرز بكميات صغيرة جدا في الجسم ويبقى لها دور كبير في عملية الميتابوليزم والانيرجي بروداكشن في الخلايا الفيتام بي 12 بيبقى مسؤول عن تحويل هذه المادة الى ما يسمى بالساكسيناي الكو انزايم ايه اللي هو بيخش بعد كده يكون الاتب ويطلع للانيرجي طيب معنى كده ان فيتامين بي 12 لقليل ازا الام ام ايه نسبتها هتبقى عالية في الدم طيب ايه بتاعتها بتبقى اكتر من كده يبقى ده ان فيه نقص في الفيتامين بي 12 ازا الافيتامين بي 12 يبقى انا اختصر بقى السلاد دي في جملتين ان الفيتامين بي 12 بيتعمل وهو الفوليت بيتعمله امتى لما الدكتور بيشوف ان السي بي سي التحليب بتاع صورة الدم بانديكيشن اللي فيه انيميا بعمل ديفرانشيشن لنوع الانيميا لو فيه الفيتامين بي 12 نسبتها والفوليت اقل من نورمال ليفل يبقى ازا موستي كومن هو البرنيشيس انيميا وهي يعني ايه ان البرنيشيس انيميا ان الاستومك ما عندها فيها مشكلة هتيجي اوتو اميون ديزيز حصل اتاكل خلايا في الاستومك ما بتقدرش تعمل ابزوربشن للفيتامين بي 12 بتأكد ازاي بتنين تست الهوموسستيين والم ام اي هوموسستيين ده المفروض ان هو بيحصل له متابوليزم من الفيتامين بي 12 لما الفيتامين بي 12 بيبقى قليل يبقى الهوموسستيين هيبقى عالي في الدم الميثال مالونيك اسد بيحصل له كومفيرجن الى السكسيناي الكوية المسؤولة عن تكوين الطاقة في الجسم بالفيتامين بي 12 ناقص الفيتامين بي 12 هيعليه الايه الام ام ايه بعد كده كومفيرمد ان فعلا عندي فيتامين بي 12 ديفشنسي اند فوليد ديفشنسي التحاليل اللي بعده او التست اللي بعده الفيتامين دي طبعا زي ما احنا عارفين الفيتامين دي ده من العناصر او الفيتامينز مهمة جدا للجسم بتكوين العظام وبتكوين الاسنان وايضا لها دور كبير في بتاع الكالسيوم والفوسفرس والماغنسيوم قاعدة عامة كانت تحطها في الناغك ان فيه اربع اربع اياتمز مرتبطين ببعض الفيتامين دي الكالسيوم الفوسفرس والبراسيريد هورمون والاربع دول كده لهم علاقة وبعض دايما لما تيجي تشوف تحليل في فيتامين دي تبص على الاربع دول مع بعض فيتامين دي براسيريد هورمون الفوسفرس والكالسيوم طيب امتا الدكتور بيطلب من ال اه طيب قبل ما نبدأ قبل ما نخش في التفاصيل نعرف بس ان الفيتامين دي اه في اكتر من نوع فيتامين دي تو اللي هو الارجو كالسيفيرول اه دي سري اللي هو الكول كالسيفيرول والتوينتي فايف هيدروكسي فيتامين دي وده اللي بيبقى المصدر بتاعه الاكل او السيفود والتعرض للشمس لو بصيها في الرسمة دي كده ان السورس بتاع الفيتامين دي بيبقى من الاكل والسيفود اللي هو التعرض للشمس اه في الايه في الجسم بيحول اللي بقى التوين الخامسة وعشرين هيدروكسي فيتامين دي ده في الجسم الانسان ده بيسموه بيتحول بعد كده الى الاكتف هرمون اللي هو وان بوينت تو اه فايف هيدروكسي فيتامين اه دي وده اللي بيفرز عن طريق الايه بيفرز عن طريق الكلا في حالة ان اه الكالسيوم بيبقى قليل في الدم عشان ايه عشان يزود الابزوربشن بتاعت الكالسيوم من الجي اي تي عن طريق الايه الاكل اه عشان كده زي ما قلنا ان فيه دايما ما بين الفيتامين دي والكالسيوم طيب اه امتى بقى الدكتور بيطلب من المريض ان هو يعمل تحليل فيتامين دي في حالة ان عنده ابنورمال اه ليفل ليه الكالسيوم او الفوسفرس او الباراسايرويد هرمون عنده مثلا اه في مشكلة فيه الكالسيوم اه في عنده نقص في الكالسيوم او زيادة في الكالسيوم نفس الكلام الفروسفرس عالي او قليل او ان الباراسايرويد هرمون اه عالي او ايه او اه قليل فبيطلب من المريض يعمل التحليل فيتامين دي عشان يعمل اه مظبوط للايه للمشكلة ايضا بيتطلب الفيتامين دي في حالة ان المريض ده هيبدأ يمشي على علاج للأوسيوبروزز اه عشان يقدر الدكتور يعمل كنترول لكل الايه لكل اه اه التحليل خاصة بها هزا الاوسيوبروزز ومنطبناها الفيتامين دي طيب الريفرنس رينج اه بتاعتنا بقى عندي الخمسة وعشرين هيدروكسي اه فيتامين دي دوت اللي الريفرنس رينج بتاعته اللي بتتقاس دايما من عشرين لمية نانو جرام بير مل طيب اه لو حصل اه ان النسبة دي اتقلت عن العشرين ده معناه ان المريض دوت عنده مشكلة في الفيتامين دي ممكن يكون سببها اللي هو ما بياخدش اه بتاع ده اه دايت اه يعني بيتامين دي اه دايت في الدايت اه او ان المريض دوت او الشخص دوت ما بتعرضش انوف اكسبوجر للسان اه لايت او انه بياخد بعض الادوية بتأثر على التكوين اه او بتاع الخمسة وعشرين هيدروكسي فيتامين دي دي زي مين زي الفينيطين بتخش فيه التكوين او بتمنع تكوين او بتأثر على تكوين هذا الايه هذا الهيدروكسي فيتامين دي اللي هو مفوض بيفرز في الايه او بيحصل فيه طيب اه زيادة بقى الفيتامين دي ده مع اننا المريض ده بياخد او الشخص ده بياخد اكسس فيتامين دي بيلز. طيب بالنسبة للوان تو الوان بوينت آآ بقى داي هيدروكسي فيتامين اللي هو بيفرز من الكلة. ده بيقول لك لو قليل ده معناه ان في مشكلة في الكدني ما بتقدرش تعمل ايه آآ زيادة ليه هذا او افراز ليه الفيتامين دي. النوع من الفيتامين دي دوت. الهاي بقى منه ده معناه ان في من البرساريود هرمون. طب ايه علاقة البرساريود هرمون? البرساريود هرمون زيادته بيعمل آآ بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم. ولما نسبة الكالسيوم تقل بزيادة في الدم بيحصل افراز آآ ليه الفيتامين دي من الكلة بكميات كبيرة عشان تحاول تعود نقص الكالسيوم دوت من الايه من آآ الجي اي تي عن طريقة تزود بتاع الكالسيوم من الايه من آآ جي اي تي. ده كده آآ باختصار التست الخاص بالفيتامين دي هم حاجة تعرفها بتاعته وتبقى عارف ان هو دايما بتطلب عشان آآ يتعامل آآ تست خاص به آآ آآ او يعني في حالة ان حصل او ان الكالسيوم والفوسفرس والبرساريود هرمون فيهم آآ او في آآ آآ بحيس يتحدد ايه هو السبب الرئيسي لآ آآ زيادة او نقصان الفيتامين دي ده. نيجي بعد كده بقى الاخر جزئية معانا وهي او ما يعرف بالاسم الانتي باديز. وزي ما احنا عارفين طبعا الانتي باديز ديت هي تعتبر السلاح بتاع الجسم فيه مهاجمة اي انفيدرز اللي آآ بيهاجم الجسم الانسان آآ والانتي باديز عبارة عن بروتينات او آآ بروتينز بتفرز من طبعا الاميون سيلز. وتبقى آآ بتفرز نتيجة رزبونس للبكتيريا او فيروس او مايكرو او اللي احنا بنقول عليها انتي جين. او انتي جين. طيب الانتي باديز ديت فيه منها آآ نوعين. فيه نوع اسمه بوليكلونال وفيه نوع اسمه مونوكلونال. البوليكلونال ده آآ فيه منه ثلاثة انواع آآ جي جي آآ جي اي آآ جي ام. ودي بتبقى ليسموها بوليكلونال لانها انتي بادي بتفرز عن طريق ديفرونت سيل آآ آآ لاين ايجز وزن ذا بادي. بتفرز من اكتر من ايه؟ من اكتر من بي سيل. من خلايا اللي هي الخلايا اللي اسمه البي سيلز. اما المونوكلونال اللي هي الاي جي اي والاي جي دي دي بتفرز من سينجل سيل اه لاين ايجز ان هو معين فقط من الايه من الخلايا الخلايا اللي هي الاميون سيلز طيب اه لو بصنا في الرسمة دي الرسمة ديت اه مجمعها لي التلت او الاربع الخمس انواع من الاميونو جلوبيولينز ومختصرينها في كلمة اسمها جيمد او نقدر نقول عليها يعني ممكن اقول عليها جيمد او جامد عشان ايه نعرف نحفظها الجي اللي هي الاي جي جي والاي اللي هي الاي جي اي والام اي جي اي والدي الاي جي دي طيب الاي جي جي ده بقى بيعتبر هو اه طيب اف انتي باديز ويبقى موجود بكمية كبيرة في الجسم ويبقى فيه كل البادي في لويد ويبقى ليه دور كبير في البروتكشن جيكس وموجود بكتريا والفيرال انفكشن اما ال جي اي الجي اي ده بموجود بach Sveriges فى الميوكس ميمبيرين وموجود فى ال sogar وموجود في GIT وفي السلايفا وفي التير برضو ليه دور مهم جدا في اليميونيتي بتاعت الجسم موجود في السلايفا موجود في التيرز موجود في GIT وموجود في الريس بيراتوري باسدج طيب الاي جي ام الاي جي ام دوت موجود في البلود موجود في الليمففلاويدز قوي موجود في الليمففلاويدز ويقولك ان هو بيعتبر في هجوم ايه في الهجوم او في الدفاع عن ايه الدفاع الجسم عن اي انفكشن يعني اا يعني اذا الاي جي ام هو يعتبر اول اا امينو جلوبيلين او اول انتي بادي بيفرس في حالة الايه في حالة النيو انفكشن طيب الاي جي اي الاي جي اي ده دايما تبقى عارف ان هو ليه علاقة بالاليرجي ده بيبقى associated with allergic reaction لما اليميون سيستم بيبقى overreactive ليه اي environmental antigens or campulin او او اي سبب من الاسباب قدقى الاليرجي وده مين ليه بيبقى موجود في اللونج والسكن والميوكس منبرين عشان كده دايما الاليرجي بتظهر في شكل اما ازمة او بتبقى في شكل skin reaction او ميوكس منبرين بيبقى الاخشن مسلا في الطانج او في مسلا ساقف الحال الى الاماكن اللي فيها ميوكس منبرين اه تبقى عارف ان ده دور الاي جي اي اللي هو الانتي بادي اللي اسمه اي جي اي الاا الامينو جلوبينيت الاخير اللي هو الدي ده بيقول لك اللي هو موجود بكميات صغيرة والاستاديز اللي تكلمت عليه مش كتير يعني مش معروف له اه دور مهم جدا بس هو بيبقى موجود في الدم طيب الانتي باديز بقى بتبقى عالية امتى? طبعا اه من غير ما نتكلم او الانتي باديز بتبقى عالية في حالة وجود انفكشن او انفليميشن. زي ايه? زي الاكيوت او كورونك انفكشن او كورونك انفكشن اوتو اميون ديزيز دي روموتود ايرثورايتس سيستيم كلوبة سيستوم حالة كورونك انفليميشن او هايبر ايميونيزايشن رياكشن. اه ايضا من الحاجات برضو اللي ممكن نكون فيها ارتفاع في الانتي باديز زي الليم فوتك ا اه ليكيميا زي الليمفوما زي الماكرو جلوبيولينيميا. إني بيبقى فيه زيادة في افراز الايه? في افراز الالبيومين. ممكن يكون نتيجة مشكلة في الاميون سيستم وفي خلايا الايه? في خلايا الاميون نفسها. ناقص الاميونو جلوبيولين. سفة عامة. ده بيؤدي الى ناقص المناعة. وده ممكن يكون لي اكتر من سبب من ضمنها الادوية. اه ادوية زي الفنيتوين زي الكارباميزبين ودي اه حاجات بتستعمل كانتي سيجورز في حلقة اه ابليبسي. ايضا الاميونو سابريسنت. الادوية اللي الاوتو اميون ديزيز زي الملتبل اسكولوروزيز وزي اونات كتير اه اوتو اميون. اه وايضا في حالة الكيني ديزيز. ولان الانتي باديز دوت تكوين توبروتين. فلو حصل لوس الكمية كبيرة من البوتين في اليورين ده هيأثر على تكوين اللي هي تكوين الاميونو جلوبيولينز في الجسم. اه ايضا لو في مشكلة في جي اي تي بتؤدي الى ناقص في الاميونو جلوبيولينز في الابروتين برضو بيقللي نسبة الابروتين في الدم بدتالي تكوين الاميونو جلوبيولينز ممكن يتأثر بعد موجود الابروتينز في الاي في الدم. ده كده الايدي بالنسبة لفرنس رينجز بتاعتها الحقيقة الريفرنس رينج بتاعت الاميينو جلوبيولينز بتختلف على حسب الادج. وده جدول بي يوضحلي التغيير او الريفرنس رينجز بتاعت خلال يعني مسلا من الزيرو لغاية سنة نسبة الاي جي جي بتبقى من متين واحد وتلاتين لالفة وربعمة واحداشر زي ما انتم شايفين هنا اكتر اه نسبة في الاي جي جي اللي من سنة لتلات سنين من اربعة لست سنين وهكزا لان كل ما العمر بيزيد بيبقى نسبة اه اه يون سيست او اللي هي الايمينو جلبيلينز بتبقى ايه بتبقى اه بتاعنا ايضا الاي جي اي والاي جي ام ديت الايه الريفرنس رينجز ايه بتاعتها بكده احنا خلصنا مع بعض الجزء الرابع من الكورس بتاعنا اللي هو الكلينيكل اه فاليو اه لابراتوري فاليو انتربريتشن اللي كلمنا على اربع اجزاء اتكلمنا الجزء الاولاني على الهيمياتولوجي اه تست واكده اتكلمنا على البيوكيميست او الروتين اه تشيك اوب تست وبعد كده اتكلمنا على الانديكراينولوجي اه تست او الهرمون اه تست واخينا اتكلمنا على الجزء الرابع كان فيه اكتر من نوع من التحاليل مش مرتبطين بسيستم معين لكن بيبقوا من الدكتور لو كان شاكك ان المريض دوت عنده اه مرض معين بكده احنا خلصنا الكورس اه بتاعنا ال clinical value interpretation اشكركم وبالتوفيه باذن الله